طالب متخصصون من محافظة ديالة طالب الحكومة الجديدة بالنظر في ملف المياه لإعادة المحافظة إلى خارطتها الزراعية الطبيعية والاهتمام بهذا المجال الحيوي والاقتصادي للبلاد وضف مختصون أن المحافظة خسرت نحو 500 ألف دون من زراعي وألاف الأطلان من المحاصيل الزراعية بعد موجة الجفاف التي ضربت البلاد مؤخرا لفتين إلى أن بستين ديالة تضررت بنسبة تزيد عن 75% بسبب شوح المياه ما زالت محافظتنا العزيزة تمر بسنة شحيحة والسبب مثل ما ذكرنا سابقا هي قلة الإرادات الواصلة لبحيرة حمرين وانخفاض مناسب البحيرة بسبب قلة الإرادات قلة الغطاء الثلجي قلة تساقط الأمطار وما زال الموسم في بدايته لكن ما زالت المنشرات المبدئية بأنها سنة شحيحة محافظة ديالة تضررت بسبب شحة المياه والجفاف التي أصابت المحافظة تضررت بساتينها أكثر من 70% إلى 75% هذا أثر سلبين على الفلاح في محافظة ديالة والخصائر المادية التي خسارها شهرياً يخسر الفلاحين في محافظة ديالة من 400 إلى 50 مليون خسارة الفلاحين محافظة ديالة تنتظر من الحكومة الجديدة الالتفات إلى ملفات جداً مهمة خصوصاً موضوع الجفاف وتراجع منسوب الكبير في نهر ديالة إضافة إلى التصحة التي تشهدها المحافظة بشكل تدريجي أيضاً عندك ملف تجريف البساتين وتحويلها إلى أراضي السكنية نحيك على الملفات الأخرى التي تتعلق أنه مسح حوية محافظة ديالة الزراعية بشكل تدريجي